اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم بمدينة جدة وذلك على هامش الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي وخلال الاجتماع استعرض مع الوزير الخارجية مع صاحب السم الملكي وزير خارجية المملكة العربية السعودية العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تشهد تطورا مستمرا على كافة الأصعدة في ظل حرص القيادتين الحكيمتين على تطويرها وتعزيزها كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف تجاهها إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع شكرا